دلوقتي خلينا نروح مع بعض نشوف كده ونتابع مشروع أرض الخيالة وتسكين أهالي المناطق العشوائية فيه وحدات مجهزة بتوفير حياة كريمة ليهم مع زميرتنا جرمين إبراهيم اللي موجودة هناك دلوقتي فيه بث مباشر جرمين صباح الخير عليك صباح الخير عليك يا جمانة وصباح الخير على أحمد وصباح الخير على مشاهدي صباح الخير يا مصر في كل مكان زي ما قلت نحن موجودين في واحد من المشروعات اللي بتنفذها الدولة كسكن بديل للمناطق العشوائية غير الأمنة وهو مشروع أرض الخيالة واللي بدأ فعلا في تجهيز واستقبال المواطنين وتوفير كل الخدمات اللي بيحتاجوها وعشان نعرف تفاصيل أكتر معنا المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية صباح الخير يا فندم برحب بحضرتك في البداية لو تكلمنا عن مشروع أرض الخيالة عايزين نعرف تفاصيل عنه ومساحته وعدد الوحدات الموجودة فيه صباح الخير احنا في مشروع الخير احنا 40 فدان عندنا 2250 واحدة منهم 2268 واحدة سكني وباقي الوحدات بين تجاري وإداري عندنا منطقة خدمية المشروع المنطقة خدمية دي فيها المسجد الكنيسة المدرسة مدرسة تعليم أساسي ومدرسة تجربية نقطة الشرطة الإسعاف البريد كل الخدمات الموجودة دي عايز بس نوع عليها هي على أعلى مستوى جبيرة من الصغيرة مش علشان مشروعنا بس الخيال لا ده عشان يخدم المنطقة اللي حولها كمان احنا لما نيجي نعمل أي مشروع بندرس احتياجات المشروع من الخدمات هل المشروع محتاج خدمات ولا لا الممكن المنطقة المحيطة به تبقى فيه خدمات تقدر تستوعب المشروع او المشروع محتاج يعمل خدمات لنفسه او خدمات للمنطقة المحيطة كلها فهنا لقينا نفيه بدراستنا ان المشروع محتاج خدمات بالمنطقة اللي حوليه فعش كده الناس تقول انت عاملين من منطقة خدمات كبيرة جدا وخدمات دي على كبيرة شوية على مشروع صغير زي ده مثلا 2500 وحدة لا احنا عشان نعمل برضو للمنطقة المحيطة به تكلفة المشروع تجاوزت المليار وثلاثة من عشرة احنا خلاص احنا دلوقتي في مرحلة بداية التسكين الناس يعني احنا دلوقتي في بعض الحاجات بنكمل تشتبطها وفي نفس الوقت في بعض العمارات المنتهية تماما يعني ايه اللي لسه بنكمل فيه زي توصيل الغاز يعني دلوقتي شركة الغاز شغالة بتعمل توصيل الغاز لكن المشروع عاماتا كله خلصان من نسبة 100% معادة بعض التوصيلات زي الغاز زي اطلاق الطيار في بعض العمارات خلاص احنا اطلاق الطيار للمشروع كله المشروع جاهز دلوقتي يستقبل الناس وبدأنا الحمد لله ممكن فيه 220 اسرة سكنوا دلوقتي معانا وكل يوم احنا ماشيين بالمعدل الاول دايما معدلاتنا في الاول بطيئة شوية علشان الاهالي نفسها بدبقا بتدين فرصة منتقال المواطن المصري من مكان لمكان بيحتاج شوية جهد نفسي اول حاجة تاني حاجة بعض ارتباطه بالمنطقة في شغل في مدارس بعض الحاجات بيعمل بيها فاحنا بند فرصة للناس انهم هينتقلوا وفي نفس الوقت برضو الحتة النفسية دي بيجوا الناس الاولين تيجي تيجي المشروع بعد ما يجي المشروع بيحسوا شوية اه تعالوا ده الدنيا جميلة وحلوة زي انقول بيطلعوا يعني كاتب استطلاع عشان يتطمين يشجعوا بايدة المواطنين طيب حرتك زي ما قلت انه المشروع مش بس بيخدم يعني الساكنين في ارض الخيالة او في المشروع هنا في الخيالة لكن كمان المناطق المحيطة خلينا نعرف المشاهدين موقع المشروع وكمان المناطق المحيطة اللي هتستفيد من الخدمات الموجودة احنا طبعا هنا منطقة عزبة خيرالة منطقة عزبة خيرالة وجواها منطقة الخيالة عزبة خيرالة لوحدها يعني يمكن الطريق الدائري اسمها الجزئين جزء النحية اللي احنا فيها فيها حوالي 500 فدان نحية تاني فيها حوالي 300 فدان عزبة خيرالة حوالي 300 فدان فالمنطقة اللي احنا فيها حوالي 500 فدان منهم اللي رمين فدان دول فيهم المنطقة بتاعة العمرات الدبعة للفستات الجديدة عندنا بنعمل مشروع تاني قدام متحف الحضارة اللي هو كان اسمه بطن البقرة بنعمله اسمه جوهرة الفستات بنعمل حوالي متحف الحضارة ال500 فدان اللي هم حدائق الفستات خلصنا المشروع بتاع بحيرات عين السيرة المشروع بتاع صور مجرى العيون خلاص اقترب من الانتهاء يعني بقولي الكلام ده عشان الناس تشوف حجم المجهود اللي بيبزل فيه المنطقة اللي احنا فيها دلوقتي واحنا جايين دلوقتي هل عنينا ولقينا فيه مشاكل في اللي احنا نيجي المشروع لا فيه منظومة متكملة فيه طرق وفيه كبار يتعاملت يعني اي حد يقدر يجي من اي تجاه من القاهرة يجي لهنا فيه كباري فيه طرق يتعاملت الموضوع كله منظومة متكملة احنا بشغل هنا في مشروعنا وفيه بعض الجهات الاخرى بتشتغل لفتح محاور وطرق عشان كل المشروعات جايشان التنمية تبقى متكملة على بعضها هنا كلمة التنمية المتكملة دي مش كلمة بتتقال وخلاص لا ده احنا شغالين عليها كلنا مع بعض يعني سنفونية كل العازفين شغال كل واحد في حياته عشان تطع في الاخر المقطوعة تطلع منتظمة جدا ما فياش اي نشاز فاحنا الوقت بنعمل المشروع ده احنا في عزب الخير الله بنيدر زي الوقتي او شغالين فيه دراسات يعني خلصنا هنا وفيه جنبنا فيه بحيرة بتاعة الخيالة دي خلاص فيه مشروع يتعمل فيها مشروع استثماري او مشروع سياحي معمول فيها اه منطقة العزب الخير الله بعملين الشغالين بدلوقتي بندرس فيها ازاي هنكمل التطوير بنعمله ده فبدأنا منطقة بطن البقرة اه ودلوقتي بندرس بقيت التلتمية اربعة وخمسين فدان اللي هم المتبقيين في الاتجاه اللي هو الشمالي ده ان احنا ازاي ان يطوروا بما يحتوي الاهلين كلهم احنا عندنا هنا في منطقة عزب الخير الله اللي لسه الموجودة عندنا ما يتجاوز التلاتين الف اسرة يعني تلاتين الف اسرة موجودين دلوقتي احنا بنشوف المشروع اللي يحتوي الناس وفي نفس الوقت نرفع مستوى يمكن لو شفنا مشروعنا هنا والمنطقة المحيطة به هنشوف الفرق كبير جدا الفرق كبير جدا هنا ده بالنسبة للناس اللي كانوا بيتنقلوا هنا دلوقتي كان بالنسبة لهم الحلم اللي هو الحد اللي احنا بقول عايزين نغيره ده كان حلمهم بيقى في منطقة زي اللي احنا بقول لا ده احنا هنطورها ومشي عجبانة كده. هنا بنحاول يعني نقول ايه. العشويات كانت عبارة عن ايه. فيروس بينتشر في جسد العمران المصري. طيب احنا هنا بنعمل بقى اشعاع هينتشر في جسد العمران المصري عشان نقدر نحل ونعالج المشاكل اللي حصلت بحيث اللي بنعمله هنا. يبقى المنطقة بتاعة مصر القديمة كلها. زمانات من شوال قلت عددت بعض المشروعات الكتير بتحصل في المنطقة. ان شاء الله ان شاء الله. احنا بنقول. مصر عشرين ثلاثين صور تانية لقطة تانية. هناخد لقطة. اللي فاتت اللي احنا لما بكده. هناخد لقطة دلوقتي. هناخد لقطة في olha 20 30 هنلاقي الصور مختلفة 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 عشان نوصل باللي احنا عايزين اخوات الله. بدأ يظهر من دلوقتي مكي احنا قدامنا كده سان عشرين تلاتين لك. من دلوقتي احنا شفنا اكيد التغيير اللي موجود. وده دا يخليني اسأل حضرتك عن يعني ردود افعال المواطنين وهما بيتنقلوا من مناطق عشوائية غير أدمية وسكن غير أدمي لمدينة فيها وحدات سكنية مجهزة على أعلى مستوى بكل الخدمات هتفرق أكيد في مستقبل أولادهم بتشوفوا ردود الأفعال عاملة إزاي والتكيف مع السكن الجديد يعني إجابة السؤال ده نختصره في حاجة واحدة بس وهما متحركين من هناك تحس مخدودين شوية أول ما يخونها الزغرات بتطلع يعني أول ما بيشوفوا الشقة لا يتخشوا فيها ويعيشوا فيها على طول بيزغراته من غير ما يحسوا هما بيعملوا إيه؟ الموضوع مش موضوع أن هو يعني بعيد عن أي كاميرا كده يقفل الكاميرات وتمشي في وسط أسر وتعالف وسط أسر لسه بتسكن دلوقتي حالا أو ما يخش بالزغراته على طول فارق جبير جدا ما بين اللي كانوا عاشين فيه وبين اللي بيشوفوا دلوقتي وبيدخل عشقة كاملة بيدخل عشقة مفروشة بجهزتها كهربائية بكل شيء فيها ومجرد بس يحط هدومه وعايز يخش يولى على المتجاز عشان يعمل أكل دلوقتي حالا هيعمل أكل حالا دلوقتي فتاعتها عايز بتاعة التلفزيونة بتاعة التلفزيونة هتفرج عليه الحياة بتنتقل انتقال غريب يعني مفاجئ لهم وفي الصالح طبعا فلو خدنا صورة ولقطة للناس في المنطقة اللي دين وبتاعتهم هتلاقي الوشوش ما نحوط فيها الهم تعالي هنا بعد فترة من الزمن بسيطة جدا هتلاقي الوش بقى فيه أريحية طبعا الوش بقى فيه أريحية والنفس هدية كده معناها ان فيه حاجات كتير جدا في الحياة دي تغيرت الناحية الاجتماعية الاخصادية البيئية النفسية المستقبل الأولاد الأولاد ممكن تشوفهم هناك مثلا في المناطق دي بيتحركوا بأسلوب معين بألفاز معينة ومجرد ما ينتقل بيحس الانتقال نفسه للمكان الجديد جزء من العلاج اللي هو إزاي كان الإنسان عايش فيه بيئة بتؤثر على كل شيء صحته بيئته مخارج ألفازه ثقافته تعليمه طموحه يعني الإنسان ما بيجي في المكان الجديد وعندنا مثال ذلك الأسمرات لا طموحه بتغير هو في المكان القديم طموحه إيه أنا عايزة أطلع الشغل مش عارف أي صناعية الشغل مش عارف إيه بتاعه مجرد ما تقول هنا بيلاقي لا ده فيه بكرة فيه أمل أنا عايزة أبقى دكتور عايزة أه مهندس عايزة أه محمد صلاح يعني زي عايزة أبقى بطل ما إحنا عندنا الأسمرات بطلة العالم في الكيك بوكسنج من عندنا من الأسمرات عندنا أبطال الجمهورية في الـ في الكنغو فوق كاراتيم الأسمرات أبطال الجمهورية عندنا من أول السنواء العامة عندنا ابننا من أول السنواء العامة الولد دلوقتي ما شاء الله علي في كل الطب وكمان جاب امتياز في الترمي الأولاني يعني عايز بقول له حضرتك أن الموضوع بيغير كاملا في حياتهم في طموحهم في بكرة بتاعهم بكرة بتاعهم هم النهاردة شايفينه وهم هم دول اللي هيدوروا مصر إن شاء الله في المستقبل نحن في انتظار كمان أبطال يخرجوا هنا من مشروع أرض الخيالة وشكرك جدا على وجودك معنا والمجهود الكبير اللي بتقوموا بيه يعني جمانة وأحمد دا كان لقائنا مع المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضارية من داخل مشروع جديد بيضاف لعدد من المشروعات اللي بتتنفذ لتوفير حياة أدمية يعني مليانة بالخدمات اللي بتتقدم للمواطنين هنا في مشروع أرض الخيالة برجع لكم مرة تانية في الاستوديو جرمين طبعا بشكرك شكرا جزيلا وشكر موصول لضيفك الكريم